سيد الرئيس الآن تابعت عن كثب نتائج الاجتماع السلاسي لوزراء الري في مصر والسودان وإسيوبيا لم نقشت ملف سد النهضة الإسيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل الله الله عليك يا رئيس هو ده هو ده هو ده ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي الله عليك يا رئيس وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا مصر هيبة النيل تحية مصر كل التحية ليك يا رئيس هو ده موقف الرئيس يبقى الرئيس قولاً واحداً ده موقف الرئيس عفتاح السيسي كنت بتكلم في البداية وما كنتش عارف الرئيس بي هيقول لي ايه او هيطلع حتى يتكلم دلوقتي او يكتب دلوقتي ولكن هذا موقف الرئيس مش الرئيس اللي هيخالي النقطة اطماماً مجلاتش الدولة المصرية مسؤولة الرئيس قال كده هود الان الان انا اقرالك مرة اخرى تابعت عن كثب الاجتماع السلاسي الوزراء الرئيس في مصر والسودان واسيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الاسيوبي والذي لم ينتج عنه اي تطور ايجابي اللي جاي بقى ده موقف الدولة اللي جاي السطر الجاي اؤكد ان الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل نقطة نقطة يبقى هنا الرئيس بيعلن لشعب مصر وللعالم لاسيوبيا للسودان للامم والتحدة كل دول العالم مؤسسات الدولة المصرية كلها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل احنا عندنا خمسة وخمسين ونص مليار متر مكعب مياه دول بتوعنا حقوقنا التاريخية اللي الرئيس سعى عليهم ملتزمة بحماية خلي بالك من الكلمة يا مصر يا شعب لو سمحت الرئيس بيطمنك انا بقولك اهو على ما كتبه الرئيس طمقنت جميع الشعب المصري محدش ياخدك لسكة محدش يحمل الرئيس الرئيس بيتحمل قدامكم المسئولية الكاملة ومؤسسات الدولة المصرية تتحمل مسئولية الكاملة عن حماية حقوقك يا مواطن حماية حقوق الميت مليون اللي هم خمسة وخمسين ونص مليار متر مكعب مية مفيش حد هيقرب لمتر منهم الرئيس اللي قال مش انا اللي بقول قالك اهو اكد ان الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل نقطة نقطة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات خلي بالك الرئيس كاتب ده يبقى مصر عندها الخطة خلي بالك مصر دولة تتحرك وفق مؤسسات وفق قرارات في مؤسسية الرئيس من كم يوم كان قاعد عامل اجتماع رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس المخابرات رئيس هيئة الرقابة الإدارية كان عامل اجتماع خماسي يوم الاربع اللي فات اجتماع خماسي لو فيديو بتاعه صورته موجودة اوريكم الكلام ده يوسف هات للفيديو لو سمحت او الصورة وحط ده قدامك وقدام حضرتك اهو مع الكلمة دي واجتماع الرئيسة والامبارة مع المجلس الاعلى قوة المسلحة الموضوع واضح قدامنا قدامك انت يا مواطن حضرتك محدش ياخدك بعيد الرئيس ملتزم مصر ملتزمة هتحمل مية هتحمل مية ده حقك التاريخي محدش يقدر امريكا امبارح ما طلعها بيان فيما انتهى القوة حماية الحقوق التاريخية لكل دولة خلاص نقطة ده موقف امريكا موقف الإدارة الأمريكية الموقف يساند حقوق الدول وكل دولة لها حقوق تاخدها بما فيها مصر احنا النهاردة محدش يتحك عليك قلتلك من الاول هو عايز ياخدك لسكة معينة لسكة معينة الرئيس اجتماع اول امبارح المجلس على القوات المسلحة اول امبارح الصورة عقب اجتماع المجلس على القوات المسلحة اول امبارح مش السنة اللي فاتت يوم الخميس اول امبارح قدام حضرتك مصر دولة مؤسسات اجتماع المجلس على القوات المسلحة برئاسة القائد الاعلى القوات المسلحة قدام حضرتك الجيش قوات المسلحة اطمئن ما بقولش بعمل لا انا بقولك كلام الرئيس النهاردة ودائما حقوق مصر التاريخية لما احنا بنعمل كده عنده حقوق يا جماعة حق مصر محدش يقرب له اجتماع اللي قدامك اهو ده كان يوم الأربع بالمناسبة سيد الرئيس رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير الداخلية رئيس المخابرات العامة رئيس سيد الرقابة الإدارية وطبعا لحضره السيد مدير مكتب الرئيس اللي هو محسن عبدالد يبقى كل ده اجتماع كان اجتماع مهم او يوم الثلاثة اللي فات دي الاجتماعات اللي عملها الرئيسي اللي يوم اللي فاتوا اشتركوا في القناة